أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين لازلنا في قراءة كتاب شرح غاية السهول للإمام جمال الدين ابن عبدالهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى ولازلنا في مباحث القياس وبلغنا صفحة 389 عند قول المصنف رحمه الله وهذه مسارك إثبات العلة في صفحة 389 نعم فضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعده قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين وهذه مسارك إثبات العلة الأول منها الإجماع فلإجماع على أن العلة في قوله عليه السلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان بتشويش الغضب الفكرة والإجماع على أن علة الفطر في السفر المشقة والثاني النص فمنه ما هو صريح في التعليل نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة من أجل ذلك كتبنا إلا لنعلم من يتبع الرسول فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لأني أردت فهو مجاز أما نحو إنها رجس إنها ليست بنجس إنها من الطوافين فصريح عند القاضي وغيره وإن لحقته الفاء فهو آكت وقيل هو إيماء اختاره جماعة من أصحابنا أحسنت شرع المصنف رحمه الله في بيان مسالك العلة والعلة هي الركن الركين في باب القياس وهي أدق مباحث القياس بل أدق مباحث وصول الفكر فاحتيج إلى معرفة الطرق التي تدل المجتهد على علية شيء لحكم وهذا هو معنى مسالك العلة الطرق الدالة على إثبات العلة فقال هي عدة مسالك أولها الإجماع إذا أجمع العلماء على أن وصفا من الأوصاف أو حكما من الأحكام هو علة لحكم فإنه تثبت به العلية فإن الإجماع دليل شرعي صحيح من الأدل المتفق عليها ومعنى كونه حجة أنه تثبت به الأحكام الشرعية والعلة هي حكم شرعي فلهذا يثبت تثبت بالإجماع فقال كالإجماع على أن العلة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان بتشويش الغضب الفكرة الحديث ذكر حكما ووصفا أما الحكم فهو منع القاضي من الحكم بين اثنين وأما الوصف فهو الغضب لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان وكما قال صلى الله عليه وسلم لكن الإجماع انعقد على أن العلة هي ما وراء الغضب ما هو أعمل الغضب وهو تشويش الفكر تغير المزاج بسبب الغضب الذي قد يفضي إلى الخطأ في إصدار الحكم وعدم العدل بين الخصمين مع أن تشويش الفكر لم يذكر في الحديث لكن الإجماع انعقد عليه فيكون علة صحيحة قال والإجماع على أن علة الفطر في السفر المشقة والإجماع ولو أنه قال السفر بدل المشقة لكان أصوب يعني مثال آخر لثبوت العلة بالإجماع هو إجماع الفقهاء على أن علة الفطر في رمضان لمن أنشأ سفرا وقصر الرباعية والجمع بين الصلاتين هو السفر هو السفر أما المشقة فقد ذكرنا من قبل أنها حكمة وليست علة والأحكام ينبغي أن تضاف إلى عللها وأما إلى حكمها ففيه خلاف فيه نزاع بين الأصولين لأن المشقة لا تنضبط بينما السفر ينضبط ثم قال والثاني أي من مسالك العلة النص والمقصود بالنص هنا هو الآية أو الحديث الآية من القرآن أو الحديث الشريف لا شك أنهما من الطروق الدالة على إثبات العلية لأن الكتاب والسنة هما الوحي فهما أصل الأصول وبهما تثبت الأحكام الشرعية والعل كما قلنا آنفا ضرب من ضروب الحكم الشرعي ثم قال فَمِنْهُ مَا هُوَ صَرِيحٌ الآن شرع في بيان أقسام النص فقال مِنْهُ مَا هُوَ صَرِيحٌ في التعليم نوع من هذا القسم الثاني من مسالك العل وهو النص نوع منه صريح والصريح المقصود به يعني ما دل في اللغة على العلية من غير حاجة إلى نظر واستدلال يعني لا يتوقف كل من يعرف لسان العرب أن هذا الوصف الذي قُرِن بهذه اللفظة أنه هو العلة لأن هذه اللفظة دالة في لغة العرب على التعليم كل من يعرف اللسان سواء كان عالما أو غير عالم إذن ما دل في اللغة على التعليم من غير توقف وبعضهم يقول الصريح هو ما استعمل في لغة العرب للتعليم فقط خلاف في تعليف الصريح وأيضا خلاف في تعليف الظاهر كما سوف يأتي إن شاء الله إذن الصريح من النص هو إما أن نقول ما دل على التعليم من غير توقف وإما أن يقال ما دل يعني ما استعمل في لغة العرب للتعليل فقط يعني وضعته العرب للتعليل فقط لأن ينبني على اختلاف هذا التعريف الاختلاف في بعض ألفاظ التعليل مثل لام التعليل كما سوف يأتي الآن في المثال فإن لام التعليل في السياق لا يتوقف عندها السامع يعرف أنها أنها للتعليل لكن اللام هل وضعت في لغة العرب للتعليل فقط لا وضعت للتعليل وضعت لتأكيد مضمون الجملة الخبرية وضعت جارة بمعنى إيلا لها معاني أخرى وضح هذا أثر الخلاف في التعليف بين الأصوليين والله أعلى قال نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة الشاهد في كلمة كي فإن لفظة كي وضعتها العرب للدلال على التعليل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل وضعت في اللسان للتعليل إلا لنعلم من يتبع الرسول اللام لنعلم اللام التعليل قال فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة فمجاز بالسياق بالسياق نعم ولهذا قلنا أنه يختلف تعريف الصريح من قوم إلى قوم وإن بني عليه أن نجعل اللام من باب الصريح أو من باب الظاهر فإن قلنا إن الصريح هو ما وضع في لغة العرب للتعليل فقط اللام لا تكون من الصريح لأن اللام استعملت في التعليل وفي غير التعليل لكن إذا قلنا إن الصريح هو ما دل في اللغة على التعليل من غير توقف فإنه مباشر إذا قرأنا الآية إلا لنعلم من يتبع الرسول عرفنا أن للتعليل فتكون من الصريح نعم من أجل هذه وضعت للتعليل فقط نعم قال فإن أضيف إلى ما يصلح علة فهو مجاز يعني الأداء الدال على التعليل إذا أضيف إلى شيء لا يصلح أن يكون علة فإنه يكون علة من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة كيف هذا كما مثل المصنف قال لما فعلت فيقول لأني أردت يعني لو قيل لما أعطيت زيدا درهما فتقول لأني أردت تشجيعه أو تقول لما ضربت عمرا فيقول لأني أردت أو لأني قصدت تأديبه ويقول وتقول لما أعطيت الفقير دينارا فتقول لأني أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى هل هذا للتعليل فقالوا نعم للتعليل لكن على سبيل المجاز لما على سبيل المجاز قالوا لأنه أضاف الحكم إلى شيء قلبي وأمر خفي والعل شرطها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا يعرفه الناس فيحكمون عليه بالاضطراد والانعكاس ثبوت الحكم عند ثبوته وانتفاع عند انتفائه فلا يخفى على أحد أما الأمور القلبية فهي خفية قال أما نحو إنها رس هو لو قال أما إن نحو قوله صلى الله عليه وسلم إنها رس لكان لكان أحسن في السياق لكن كما قلنا من قبل إن الكتاب موضوع على الاختصار حتى الشرح شرح المختصر والمقصود هنا الخلاف في دلالة إن على التعليم هل هي من قبيل الصريح أو من قبيل الإيماء قال أما نحو قوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس إنها رجس بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أعطاه الروثة قال إنها ماذا إنها رجس يعني نجس ما تصلح للإستجمار وقوله أو من قبيل الإيماء أو لا تفيد التعليم أقوال يعلماء الأصول قال فصريح عند القاضي وغيره هذا القول الأول أن لفظة إن المشددة المكسورة مكسورة الهمزة مشددة النون إن تدل على التعليل من قبيل الصريح النص الصريح عند القاضي أبي يعلى وعند غيره بعض الشافعية وبعض المالكية لأنها حين تأتي في أثناء الكلام لا تكون إلا مفيدة للتعليم بالاستقرأ وسيأتي بين هذا إن شاء الله أكثر بعد الفراغ من المذاهب قال وإن لحقته الفاء فهو آكد وإن لحقته الفاء فهو آكد إذا اتصلت بإن هذه إن التعليلية إذا اتصلت بها الفاء فتكون من باب التقوية في الدلال على التعليل يعني هي نص صريح فإذا اتصلت بها الفاء صارت أسرح وأقوى وآكد لأن الأشياء القوية تفاوت في القوة طيب لما لما كانت أقوى إذا اتصلت بها الفاء قالوا لأن الفاء تعقيبية ومعنى تعقيبية أن الثاني يقع بعد الأول مباشرة من غير مهلة دخل زيد فعمر دخول عمر يكون بعد زيد من غير تراخ وهنا في التعليل المسبب يقع بعد السبب مباشرة فهذا سبب صلة التسبيب بالتعقيب ولهذا ذهب كثير من علماء الأصول وعلماء العربية على أن الفاء المعقبة مسببة للصلة القوية بين معني التعقيب والتسبيب فلهذا قال فهو آكاد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور هذا الحكم طيب إلى التعليل فإن كل بدعة ضلالة إن للتعليل واتصلت بها الفافة في تقوية التعليل تقوية الدلالة على التعليل وقيل هو إيماء وقيل هو أي التعليل بأن 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 المكسورة الهمزة المشددة النون هو إيماء هذا القول الثاني اختاره جماعة من أصحابنا وبعض الأصوليين يجعل إن دال على التعليل من قبيل النص الظاهر والسبب في ذلك أن إن تأتي كثيرا لتقوية مضمون الجملة الخبرية إن فرعون على في الأرض هل يوجد تعليل لا يوجد تعليل إن قارون كان من قوم موسى هل يوجد تعليل لا يوجد تعليل وهكذا شواهد كثيرة لكن تربه لشيء وهو التفريق بين إن في أول الكلام وإن في أثناء الكلام فإن التي تفيد تقوية مضمون الجملة الخبرية إنما هي إن التي تأتي في أول الكلام أما إن التي يدعي علماء الأصول أنها للتعليل وهي دعوة صحيحة فهي إن التي تأتي في أثناء الكلام والتي تأتي في أثناء الكلام أي بعد حكم لا تكون إلا للتعليل والشواهد والشواهد على هذا كثيرة وقد اجتمع في نحو قوله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إن الأولى مؤكدة وإن الثانية للتعليل للتعليل إذا جاءت إن في أثناء الكلام تفيد التعليل ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إن هذه تفيد التعليل يعني لأنهم إن ظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فعلماء الأصول يختلفون في تقسيم النص بعضهم يقول النص صريح ونص ظاهر ونص فيه إيماء فيجعل القسم ثلاثية يعني النص الذي هو المسلك الثاني هنا التعليل بعضهم يقول هو نص صريح أعلاه النص الصريح ثم الظاهر نص ظاهر ثم نص فيه إيماء والتفريق بينها كيف يكون النص الصريح ما وضع للتعليل ما وضع للتعليل فحسب يعني هذه الأداة سعبلت في لغة العرب للتعليل لكن الظاهر ما وضع للتعليل كثيراً ويستعمل أحياناً لغير لغير التعليل كما مثلنا في إن مثلاً وأما النص الذي فيه إيماء فالدلال على التعليل بطريق اللزوم يعني ما دل من جهة اللغة على التعليل من جهة اللزوم لا من جهة وضع اللغة ما دل على التعليل من جهة اللزوم كما سوف يأتي إن شاء الله بعد قليل وبعضهم يجعل القسمة ثنائية يقول نص صريح ونص فيه إيماء هذا فريق ثاني وفريق ثالث يقول لا نص صريح ونص ظاهر القسمة ثنائية ثم يأتي إلى الإيماء فيجعله مسلكا مستقلا مستقلا عن النص ومثل إن في الدلال على التعليل أن المفتوحة الهمزة مثل قوله تعالى وقلوبهم وجيلة لماذا قلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون يعني لأنهم جاءت للتعليل ومثل قوله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم أنهم لا يؤمنون شيء الآية وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون يعني لأنهم على أحد التفسيرين أي لأنهم لا يؤمنون ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى أن قال في آخر الآية وأنهم لا يستكبرون يعني ولأنهم لا يستكبرون نعم فضل يا محمد فضل يأتي بعد الآية الآن نقرأه إن شاء الله قال رحمه الله تعالى ومنه أي النص إيماء وهو أنواع الأول منها ذكر الحكم عقب وصف بالفاء نحو قل هو أذى فاعتزل النساء والثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو ومن يتق الله يجعل له مخرج أي لتقواه والثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال نحو قوله أعتق رقبه في جواب سؤال الأعرابي إذ هو أحسنت إذ هو أصلح الخطأ إذ بدل إذا أحسن الله إليكم إذ هو في معنى حيث واقعت فأعتق والرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يُعَلَّل به لغي فيُعَلَّل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو نعم أيضا للغاء أيضا أصلح الخطأ إذ هو نقطتين يعني يا مقصور بدل الياب نعم للغاء ما لو لم يُعَلَّل به للغاء نعم أحسن الله والرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يُعَلَّل به للغى فيُعَلَّل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو نحو قوله عليه السلام حيث سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن وهو استفهام تقريري لاستعلامي لظهوره والخامس تعقيب الكلام أو تضمُّنه ما لو لم يُعَلَّل به لم ينتظم نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لا يقضي القاضي وهو غضبان إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد من مانع وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه والسادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء وأهن الجهال وهل يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه فيه وجهان ذكرهما جماعة من أصحابنا واختار الاشتراط جماعة وعدمه آخرون قال صاحب المحرر ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين وقال قوم إن كان مناسبا أحسنت قال ومنه أي النص منه إيماء إذا المصنف جعل النص قسمين صريحا وإيماء ثم الإيماء هذا أيضا هو أنواع الإيماء الذي هو نوع من النص هو في نفسه أيضا أنواع فقال الأول منها ذكر الحكم عقب وصف بالفاء ذكر الحكم عقب الوصف بالفاء فيدل على ماذا أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم وإلا ما اقترن به بالفاء مثل قوله تعالى قل هو أذن فاعتزلوا النساء قل هو أي المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء الوصف هو قوله أذن والحكم هو فاعتزلوا أي اتركوا جماع النساء وقد قرن الحكم بالفاء بعد هذا الوصف يدل على أنه علة له وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فإنه يلزم من هذا أن علة قطع اليد هو السرقة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فيلزم من هذا أن علة وجوب الجلد مئة هو الزناء قال والثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرق والجزاء فيدل على أن هذا الوصف علة لذلك الحكم كقوله تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا إذن الثاني ما هو من الإيماء ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء سواء ذُكِرَ في الجزاء حَرْفُ 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 الوصف تَقْوَى اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْجَزَاهُونَ جَابِدُونَ وقوله تعالى وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلَّ وقوله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَا لَهُ وقوله عليه الصلاة والسلام مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ وكل هذه الأمثلة فيها إيماء للعلة ويكون الشرط علة والجزاء حكما قال والثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال بمعنى أن يسأل الصحابي عن مسألة فيذكر بعدها النبي صلى الله عليه وسلم حكما فيدل على أن ما تضمنه السؤال هو علة لذلك الحكم المذكور عقبه فقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أعتق رقبه هو علة علة لماذا؟ للوصف المذكور في السؤال حين قال نزوت على أهلي أو قال واقعت أهلي وكأنه وقعت فأعتق وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة حجي عن أبيك حين سألت أن أباها مات ولم يحج فقال حجي عن أبيك وقوله صلى الله عليه وسلم صومي عن أمك في حديث آخر فيدل على أن من لم يحج أن يعني علة وجوب الحج على الولي أو مشروعية الحج من الولي أو الصوم هو موت مورثه موت أبيه أو أمه أو غيرهما من غير أداء الفريضة قال والرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى أو أن يذكر مع الحكم ما أي وصف وصف لو لم يعلل به للحكم لكان لغوا لكان ذلك الوصف حشوا وهذا محال في كلام آحاد البلغاء فكيف في كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر الرطب هل يباع بالتمر فماذا قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مباشرة بل قبل أن يصدر الحكم سأل سؤالا فقال أن ينقص الرطب إذا يبس إذا يبس فقالوا نعم فقال لا إذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال لأن العلة المنع من بيع الرطب بالتمر هو نقصان الرطب هو نقصان الرطب إذا يبس فيؤدي إلى تفاضل العواضين وهما جنسان من أجناس الربا التي يجري فيها الربا وهي التمر قال نعم نعم يزيده قوة وإذا أيضا كذلك لأن إذا أيضا موضوع للتعليل وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت النعمان أو قال إني نحلت ابني هذا أي النعمان غلاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت قال لا قال فاردده أين الحكم اردده والعلة هو عدم إعطاء البقية عدم التسوية في العطية بين الأولاد الحديث خرجه مسلم قال وهو استفهام تقريري يعني في قوله أينقص الرطب إذا يبس هو استفهام تقريري لاستعلامي لظهوره ما معنى هذا يقول استفهام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أينقص الرطب إذا يبس ليس استفهاما استعلاميا يصدر من شخص لا يعرف مضمون السؤال ما يعرف الجواب بل هو استفهام تقريري يصدر من العارف بالشيء لأن هذا هو معنى الاستفهام التقريري الاستفهام التقريري السائل يعلم يعلم الشيء المسؤول عنه لكن يريد أن يقر المخاطب بما فيه ألم نشرح لك صدرك ألم نربك فينا وليدا استفهاماتي تقريريا أما الاستعلام فهو الذي يسأل ولا يعلم الجواب قال لظهوره يعني لأنه يعرفه كل أحد فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من السؤال حينئذ تظهر في ماذا في إظهار العلة فبيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فائدتي بيّن لهم الحكم وبيّن لهم العلة وإطلاعهم على العلة مفيد أو لا مفيد حتى يقيسون حتى يقيسوا حتى يجتهد المجتهدون حتى يلحقوا النظير بنظيره قال والخامس تعقيب الكلام أو تضمّنه ما لو لم يعلّل به لم ينتظم تعقيب الكلام أو تضمّنه ما لو لم يعلّل به لم ينتظم يعني لم ينتظم الكلام يعني لم يكن له تعلّق بالحكم يعني يصير حشوا فلا يكون منتظما من حيث لغة العرب ثم مثّل بمثالين للأمري لأنه ذكر شيء أي تعقيب الكلام وتضمين الكلام فقال نحو قوله تعالى فَاسْعَوْ إِلَى ذِكِرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ هذا مثال تعقيب الكلام ثم مثّل لتضمين الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبا أو كما ورد ثم بيّن لما كان هذا مسلكاً من المسالك العلا عن طريق الإيماء قال إذِ البيع والقضاء لا يمنعاني مطلقاً هل البيع منع مطلقاً في كل الأحوال؟ لا هذا شيء معلوم والغضب كذلك قال فأتى بفاء النتيجة قال فلابد من مانع يعني ينتج من هذا أنه لابد من مانع يعني يمنعاني من شيء ما يمنعاني من شيء ما وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه سياق النص بالنسبة للآية ومضمونه يرجع إلى الحديث يعني البيع يمنع من ماذا؟ يمنع من السعي للجمعة وذلك يفضي إلى تفويية الجمعة التي هي فرض وواجبة على المسلمين والغضب يتضمن تشويش الفكر وتغيير الطبعة وهذا يفضي إلى الخطأ في الحكم بين الخصوم وعدم العدل والخامس هذا كما ترون قريب إلى الذي قبله قريب يعني لا يكاد يظهر بينهما فرق قال والسادس اقتران الحكم بوصف مناسب هذا السادس الأخير من أنواع الإيماء النص الذي فيه ماء للتعليل اقتران الحكم بوصف مناسب يعني في غير ما ذكر ليس بطريق الفاء مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا بطريق الشرط والجزاء ولا بغير الطرق السابقة إنما هو نص شرعي آية أو حديث تضمن حكماً وذكر معه وصف مناسب لتعليل فيلزم من هذا أن ذلك الوصف علّ لذلك الحكم وإلا لما ذكر معه قال المصنف نحو أكرم العلماء وأهل الجهال طبعاً هو يمثل بمثال افتراضي وإلا كلامنا في الإيماء الذي هو نوع من النص والنصوص يوجد فيها أمثلة لكن كما قيل ليس من شأن الرجال المنازعة في المثال فهو غرضه فقط يعني تصور هذا النوع من أنواع الإيماء فلو قيل أكرم العلماء لفهم كل سابع أن إيجاب إكرامهم إنما هو لعلمه وقوله أهن الفساق لفهم كل سابع أن علّة الإهانة هي فسقهم أو جهلهم كما مثل المصنف أول آية في المصحف أول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما هي؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا حكم هذا حكم جميع أنواع المحامد مستحقة لله فتقول لما الحمد كله لله فتقول لأنه رب العالمين فهذا مثال لهذا النوع وتوكل على الحي الذي لا يموت لماذا تتوكل عليه؟ فتقول لأنه حي لا يموت إن الأبرار لفي نعيم لماذا كانوا في نعيم؟ فتقول لبرهم وإن الفجار لفي جحيم لما كانوا في جحيم؟ فتقول لفجورهم إذن الشواهد كثيرة على هذا النوع ثم قال المصنف رحمه الله وهل يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه؟ هذا تفريع على هذا الأخير السادس هل يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه؟ يعني الوصف الذي دل الإيماء على أنه علة للحكم هل يشترط ظهور مناسبته للمجتهدين؟ أو يكفي أن الإيماء دل عليه فلا ينظر إلى أن المناسبة ظاهرة أو غير ظاهرة؟ هذا معنى المسألة قال فيه وجهان يعني في المذهب ذكرهما جماعة من أصحابنا واختار الاشتراط جماعة وعدمه آخرون واختار الاشتراط جماعة اشتراط ماذا؟ مناسبة الوصف المومئ إليه مناسبته للتعليل يعني ظهور مناسبته بحيث لو سئل المجتهد لعرف المناسبة والحكمة طيب لماذا اشترط هؤلاء المناسبة؟ قالوا لأن العلة هي الموجب للحكم الباعث عليه وإذا لم يكن الوصف مناسباً كيف يكونوا باعثاً على الحكم؟ موجباً له هذا الدليل من قال لا بد من شرط المناسبة ظهور المناسبة وعدمه آخرون وعدمه آخرون يعني وذهب آخرون إلى عدم اشتراط المناسبة لماذا؟ قالوا لأن الإيماء كما قلنا من قبل هو دلالة النص على الحكم على العلية من جهة اللزوم وحينئذ فذكر هذا الوصف مع ذلك الحكم ولزوم عليته له يكفي في إثبات العلية وبعد ذلك كون ظهرت لنا المناسبة أو لم تظهر هذا شيء زائد لا يحتاج إليه في التعليم لأننا عرفنا أن هذا الوصف علّة للحكم بطريق الإيماء مدام أن الإيماء مسلك صحيح في إثبات العلّة ثم بعد ذلك ظهرت المناسبة للمجتهد أو لم تظهر هذا شيء زائد لن يؤثر في التعليم فهي ما هو أو جهل المناسبة هذا شيء لم أدخل له في العلية قال صاحب المحرّق يعني مجد الدين ابن تيمية رحمه الله قال ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علّة في قول الأكثر الأصوليين وقال قوم إن كان مناسبا هي نفس المسألة لكن أراد أن يستشهد الشارح بكلام المجد رحمه الله ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علّة لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيدل على أن الطعام هو هو العلّة كونه مطعوماً للآدمين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فيدل على أن السرقة علّة للقاطع قال علّة في قول أكثر الأصوليين نعم هو الأمر كما ذكر المجد الدين رحمه الله وقال قوم وهم بعض الحنابل وبعض الشافعية يكون علّة إن كان مناسباً يعني إن ظهرت مناسبته قولهم إن كان مناسباً يقصدون يعني إن ظهرت مناسبته صار علّة وإن لم تظهر المجتهد لم يصح التعليل بها وهذا قول ضعيف ذهب إليه القلة أما أكثر العلماء على أنه يكفي أن تثبت العلّة بمسلك صحيح وهو مسلك الإيماء معنا هنا نعم نعم ما منه الاشتقاق المقصود به المصدر الذي هو المعنى فمثلاً السارق والسارقة هذا اسم فاعل فما نقول العلّة هو السارق والسارقة علّة القطح هو السارق والسارقة لا ما يصح هذا تقول علّة القطح هو السريقة وهكذا يقال بقية الأمثلة ما نقول علّة الجلد مئة هو الزاني والزانية إنما نقول الزنا وهكذا فهذا معنى قوله ما منه الاشتقاق أي المصدر قال المصنّف رحمه الله تعالى المسلك الثالث من مسالك إثبات العلّة التقسيم والسبر مسلك صحيح لإثبات العلّة في ظاهر كلام القاضي وغيره وقاله ابن عقيل وذكره بعضهم عن الأكثر وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علّة علّل بها الحكم علّل بها الحكم المعلّل إلا واحدة فتتعين نحو علّة الربا الكيل أو الطعم أو القوت والكل باطل إلا الأولى ومن شرطه أن يكون سبره حاصرًا بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصفٍ زائد فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته أي عدم التفاة الشرع إليه في معهود تصرّفه ولا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علّة أو شرطها فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علّة المستدل بدونه ولا يفسد الوصف أيضًا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه وإذا اتفق الخصمان في فساد المعنى على فساد علّة من عداهما فإفساد أحدهما علّة الآخر دليل صحة علّته قاله بعض المتكلمين والصحيح عند الأكثر خلافه وهو حجة للناظر والمناظر على الأصح اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم أحسنت قال المسلك الثالث من مسالك إثبات العلّة التقسيم والسبر والمصنف رحمه الله جرى على غير المعتاد عند أكثر الأصوليين فإن المعتاد التعبير بالسبر والتقسيم فرأى المصنف رحمه الله أن يقول التقسيم والسبر وسبب عدوله عن طريقة الأكثرين هو أن التقسيم سابق على السبر وإلا فالواو لا تفيد ترتيبا لكنه الأحسن الأحسن أن يكون المبدوء به هو أولا هو الواقع أولا وأن الثاني هو الثاني لأن التقسيم يعني يجعل الشيء أقساما ذكر أقسام الشيء والسبر هو الاختبار ولهذا سميت الآلة التي يختبر بها الطبيب نعم قعر الجراحة مسبار أو مسبار فإذا هذا المسلك يقوم على ماذا كما ذكر المصنف على حصر الأوصاف التي يتوقع المجتهد أن العلة واحدة منها لا تخرج عنها هذا هو التقسيم فيقول علة الرباء هي إما الكين وإما الطعم وإما الاقتيات هذا التقسيم ثم بعد ذلك أتي السبر وهو أن يعرض كل وصف من هذه الأوصاف المحصورة على شروط العلة فما قبل منها الشروط واستوفاه فما لم يقبل الشروط يستبعد فيستبعد بالاختبار الأوصاف وصفاً وصفاً إلى أن يبقى واحد ويسكت عنه لأنه لم يوجد فيه ما يخل بكونه علة وإن لم يوجد فيه مسلك آخر يثبت عليته فيكفي هذا يكفي هذا في إثبات أنه علة انظروا سوف تأتي الأمثلة معنا إن شاء الله قال التقسيم والسبر مسلك صحيح لإثبات العلة في ظاهر كلام القاضي أبيعلى رحمه الله وغيره وقاله ابن عقيم تلميذه وذكره بعضهم عن الأكثر نعم هو قول الأكثر هو قول أكثر العلماء أن السبر والتقسيم مسلك صحيح تثبت به علل الأحكام ولم يخالف في هذا إلا بعض المالكية يعني قلة قليلة من الأصوليين قالوا أن السبر والتقسيم ليس بحجة قال والمصنف رحمه الله تعرض لحجيته في أول كلام وفي آخره لأنه سوف يأتي لأنه سوف يأتي بعد ذلك بقية الكلام عن الاحتجاج به والخلاصة ما ذكرناه أنه حجة عند أكثر العلماء وذهب قلة قليلة إلى أنه ليس بحجة وبعضهم فرق بين الناظر والمناظر كما سوف يأتي في آخر المسلك إن شاء الله قال وهو حصر الأوصاف يعني حصر الأوصاف التي يتوهم أنها علة يتوقع المجتهد أنها أن واحدة منها هي العلة وإبطال كل علة إذن الحصر الأوصاف هو التقسيم وإبطال كل علة إلى آخره هو السبر وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة يعني ويستبقي واحدة لا يكون فيها خلل فتكون إذن هي العلة نحو علة الرباء الكين أو الطعم أو القوت والكل باطل باطل إلا الأولى طبعا المصنف اختصر في المثال وإلا ما ينفعل يقول يعني ما يصلح المجتهد أن يقول كلها باطلة إلا واحدة إنما لابد أن يأتي بدليل بسند البطلان الإبطال حكم فلابد له من سند فلو قال يعني المجتهد تعليل الرباء بأنه طعم باطل لماذا لأنه يلزم منه منع بيع البر بالشعير لأن العل لأن العل موجودة فإن كل من العواضين مطعوم وهذا باطل بنص الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم والقوت والادخار يعني تعليل المالكية أيضاً باطل لماذا لأن الملح ليس قوتاً للآدم وإنما يصلح به قوته الملح هو الأول والقوت ولا إصلاح القوت وإصلاح القوت بدلين بعض الناس يأكل القوت بلا بلا ملح ولو كان الذي يصلح القوت حكمه حكم القوت حتى تقولون الإقتياط والعلة لجرى الربى في بيع الماء بالماء والحطب بالحطب يعني جرى في الماء والحطب والوقوت وغير ذلك مما يصلح به الطعام وهذا لا يقول به أحد فإذا بطل الطعم وبتأ وبطل القوت بقي الكيم فيكون هو العلة هذا معنى السبر والتقسيط أو تقول مثلا علة ولاية الإجبار علة ولاية الإجبار في النكاح هو إما أنه الصغر وإما أنه البكارة والبكارة أو الصغر لا يصبح أن يكون علة لماذا لأنه لو كان الصغر هو علة الإجبار في النكاح لصح إجبار الثيب الصغيرة وهذا باطل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب وحق بنفسها من وليها وإذا بطل الصغر بقي ماذا البكارة يكون هو علة ولاية الإجبار في النكاح قال ومن شرطه ما هو الضمير يعني هذا المسلك الذي هو السبر والتقسيط ومن شرطه أن يكون سبره حاصراً أن يكون سبره الضمير يرجع لمن للمجتهد فرجع الضمير على ما لم يذكر في الكلام فهل يصح في اللغة؟ يصح أن يرجع الضمير إلى ما لم يذكر في الكلام إذا دل السياق عليه إني أحببت حب الخير عن ذكر الرب حتى توارت بالحجاب توارت الضمير يرجع لماذا؟ للشمس وهل جرى لها ذكر؟ ما جرى لها ذكر أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حش رجت يوماً وضاق بها السدر على هذه الرواية حش رجت يعني الضمير يجع لي للنفس وهل جرى لها ذكر؟ ما جرى لها ذكر في الكلام فهذا سائق ومن شرطه أن يكون سبره أي المجتهد حاصراً ولو أن المصنف رحمه الله أبدل كلمة سبره بتقسيمه لكان أحسن ومن شرطه أن يكون تقسيمه حاصراً لأن الحصر يتصور في تعداد الأوصف ليس في السبر إذن من شرط هذا المسلك أن يكون تقسيم المجتهد حاصراً طيب حاصراً بكيف يكون حاصراً؟ قال بموافقة خصمه أو عجزه شيئاً بموافقة خصمه بأن يقول خصمه أمسلمت أن الأوصاف التي يمكن أن تكون علة للرباء هي الكيل أو الطعم أو القوت إذن أن أسلم المخالف هذا معنى قوله بموافقة خصمه يعني باعترافه وإقراره قال أو عجزه عن إظهار وصف زائد عجزه الضمير يرجع للمستدل ولا للمعترض الخصم المستدل يعني إما بموافقة خصمه يقول التقسيم يكون حاصراً كيف إما بموافقة خصمه يقول أقررت أن العل ما تخرج عن هذه الثلاث التي ذكرتها أو عجزه عن إظهار وصف زائد يعني عجز من؟ المستدل ويمكن أن يكون المعترض أيضاً بأن يقول يفكر ويتأمل فيقول هذا أيضاً ما أستطيع أن أأتي بوصف رابع يمكن يعني هو ما أظهر الضمير إذن إذا عجز الاثنان عن إظهار وصف جديد يكون ما ذكره هو يكون حاصراً قال فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه قال فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه نعم يعني أنا يقول الحمل على المستدل نعم يقول فيجب إذن ما معنى فيجب إذن يعني حين يعجز يعجز المستدل عن إظهار وصف جديد غير التي ذكرها يمكن أن تكون علة فيجب عليه حينئذ إما أن يسلم الحصر أو يقول عندي وصف آخر لم تذكره يمكن أن يكون علة بأن يقول هناك وصف الرابع تركته يصلح أن يكون علة للرباء وهو الطعم والكين معاً فتكون العلة مركبة يعني أن يكون مطعوماً يكال أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشرع إليه في معهوده تصرفه إذن إما أن يسلم فيقول ما ذكرته من الأوصاف أنا أقر بأن العلة لا تخرج عنها وإما أن يبرز وصفاً لينظر فيه فيفسده بش أحد شيئين إما أن يبين أن الحكم باق مع حذفه والفرض أن العلة تكون مؤثرة في الحكم ومعنى تأثيرها أن يوجد الحكم بوجودها وينعدم الحكم من عدامها فإذا بيّن الخصم أن الحكم باق والوصف محذوف أي منتف دل على فساد العلة بأن يقول مثلاً ما ادعيته من أن العلة الربى هو الكيل فاسد لما قال لأن الربى يجري في القليل الذي لا يُكال كبي حفنة بحفنتين الربى يجري فيه والحفنة الكف بكفين يعني من هذا البر مثلاً هل يُكال لا يُكال والحكم أليس موجوداً الحكم موجود وهو الربى فقد بقي الحكم وهو جريان الربى مع انتفاء الوصف وهو الكيل فدل على أن ما ذكرته من العلة وهو الكيل فاسد ما يصح التعليل به قال أو ببيان طرديته يعني يُفسِد الوصف يُفسِد الوصف الذي ادعاه الخصم ببيان أنه طردي ومعنى طردي ذكره المصنف قال أي عدم التفاة الشرع إليه في معهود تصرُّه بمعنى أنه لا مُناسبة بينه وبين الحكم لم يُعهد أن الشارع في هذا الباب الذي ذُكِر فيه النص أنه التفتَ إليه كالسواد والبيض والطول والقصر فمثاله مثلاً لو قال أن علَّة تخيير بريرة رضي الله عنها حين عتقت تحت زوجها وكان عبدًا أسود لو قال العلَّة هي السواد كونه أسود البشرة فنقول هذا وصف طردي طردي يعني لا يُعرف من استقراء نصوص الشرع أن الشرع راع السواد والبياض في الأحكام في مسألة تخيير الأمة ومن ثم فلو عتقت تحت عبد لونه أبيض لثبت لها الخيار أيضاً فهو وصف طردي أيضاً ولو علِّ لتحريم الخمر بأنها مثلاً حمرًا أو صفرًا يصح هذا فنقول لا اللون لا يُعهد أن الشارع علَّق تحريم الخمر بالألوان بلونها إنما بالإسكار أما اللون وصف طردي ولو قلت في أصناف الربى أن العلَّة فيها يكونها مشهورة أشياء يعرفها العرب والعجم؟ أن يقول لا هذا أوصاف طردية ما يعرف أن الله علاقة بباب الربى قال وَلَا يَفْسُدُ الْوَصْفُ وَلَا يَفْسُدُ الْوَصْفُ بِالنَّقْءُ لما ذكر المصنِّف رحمه الله بعضًا من الطرق التي يسلكها المجتهد في إبطال الأوصاف المحصورة لإبداء وصفٍ أخيرٍ منها يكون هو العلَّة وهما يسمى بالسبر والتقسيم أراد أن يُبين بعد ذلك ما لا يصلح لإبطال الأوصاف مضح فهذا معنى قوله وَلَا يَفْسُدُ الْوَصْفُ بِالنَّقْضِ النقض هو وجود العلَّة مع تخلُّف الحكم يعني العلَّة موجودة لكن الحكم انتفى وقلنا آنفًا إن العلَّة معنى أنها الوصف الذي أثر في الحكم أوجبه وبعث عليه ويقتضي هذا أنه كلما وجدت وجد الحكم وكلما انتفت انتفى الحكم فإذا وجدت العلَّة وتخلف الحكم فإنه يُسمَّى عند الأصولين النقض يُسمَّى ماذا؟ النقض لكن المصدِّف ماذا قال؟ قال وَلَا يَفْسُدُ الْوَصْفُ بِالنَّقْضِ طيب لما؟ لما النقض لا يكون مُفْسِدًا للوصف فلا يصلح أن يكون علَّةً قال لجواز كونه جزء علَّةٍ أو شرطها لجواز كونه جزء علَّةٍ أو شرطها كيف هذا؟ بالمثال سوف يتضحي شامل يعني لو قال قائل تعليلك لوجوب القصاص بالقتل العمد منقوضٌ لما منقوض؟ قال منقوضٌ بصور منها قتل الصائل لو أراد أن يدفع من يريد العدوان عليه فما استطاع أن يردَّه بأي وسيلة إلا بالقتل فقتله فإنه قتلٌ عمدٌ عدوان؟ عفواً عفواً فإنه قتلٌ عمدٌ طيب وجدت الوصف وهو القتل العمد ولم يوجد الحكم لأنه ما يُقتل الصائل وكذلك الجلَّات وهو الموكل بضرب أعناق الجناه فإنه يقتل الناس عمدًا إذن القتل العمد موجود وهل يوجد الحكم يقام عليه القصاص؟ لا إذن منقوض علَّتك منقوضة فنقول هل يصح هذا؟ فنقول لا لماذا؟ فنقول لأن القتل العمد هو جزء علَّة وليس هو العلَّة وحدها ليس وحده العلَّة وإنما هو جزء علَّة لأن تعليل وجوب القصاص هو بأن نقول قتلٌ عمدٌ عدوانٌ هذه العلَّة كاملة وأنت الذي نقصَّه هو كلمة قتل عمد وهو جزء علَّة ونقض جزء العلَّة ونقض جزء العلَّة ليس نقضًا للعلَّة هذا مثال جزء العلَّة مثال شرط العلَّة لو قيل تعليل وجوب الزكاة بالنَّمَا لو قيل تعليلُك وجوب الزكاة بالنَّمَا يعني كون هذا المُزكَّى ما لن ينمُو هذا منقوض منقوضٌ بماذا؟ قال منقوضٌ بعبيد الرجل وإمائه فإنه ما ينمُو يحصل النمو فيهما يتوالدون ويخصرون وهل يتجب الزكاة؟ ما يجب الزكاة على الإنسان في عبيده وإمائه إذن علَّة كمنقوضة فماذا يجيب؟ يقول أنَّمَا ليسَ هو العلَّة وإنَّمَا هو الشرط العلَّة لأنَّ العلَّة وجوب الزكاة هي ملك النصاب وأما النماء فهو شرطٌ لها وضح وبين المُصنِّف هذا رحمه الله فقال لجواز كونه أي الوصف جُزءَ علَّةٍ أو شرطَ علَّةٍ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْحُكُمْ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْحُكُمْ ما هو الذي لا يستقل بالحكم؟ أي الجُزء والشرط جُزء العلَّة لا يستقل بالحكم يعني ليسَ وحده يثبُث معه الحكم قال وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ استِقْلَالِهِ صَحَّةَ عِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ بِدُونِهِ هذا صحيح يعني لا يلزم من كون هذا الوصف الذي هو جُزء علَّة أو شرط علَّة لا يلزم من كونه لا يستقل وحده بإثبات الحكم صحَّة علَّةِ الْمُسْتَدِلِّ بِدُونِهِ لأنه جُزءٌ من علَّة فهو مع غيره يكون العلَّة طيب لكن نتربَّه لشيء وهو أن نعم شيء بعيد طيب قال فلا يستقلُّ بالحكم فلا يستقلُّ أي ذلك الوصف الذي هو جُزء علَّة أو شرط علَّة لا يستقلُّ بالحكم ومعنى لا يستقل بالحكم أنه لو وجد وحده لم يثبت الحكم لأن الحكم إنما يثبت في العلَّة المركَّبة بوجود جميع أجزائها وبالوصف وشرطه معاً قال وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمْ إِسْتِقْلَالِهِ صِحَّةَ عِلَّةِ الْمُسْتَدِلْ بِدُونِهِ هذا السطرات يعني كون هذا الوصف الذي هو جُزء علَّة أو شرط علَّة كونه لا يستقل وحده بإثبات الأحكام ليس معنى أنه لا يُحتاجُ إليه وأنه حشوٌ والعلَّة صحُّ بدونه لا لا بد منه ففي الأمثلة السابقة لا بد أن تقول في وجوب القصاص تعليل وجوب القصاص تقول قتلٌ عمدٌ عدوانٌ وهكذا في بقية الأمثلة أظن وضح الآن أليس كذلك؟ لكن تربَّه لشيء وهو أن الأصولين أحياناً ما يجعلونه شرطاً للعلَّة يجعلونه أحياناً جزءاً من العلَّة فالأمر في هذا يسير واضح؟ قال ولا يفسُد الوصف أيضًا بقوله لم أعثر بقوله أي الخصم أو المناظر لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى طبعاً المقصود بهذا في المناظرة فقط في المناظرة لا يفسُد الوصف أيضًا يعني من الطرق التي لا يصح إبطال الأوصاف بها لا يبطل بقول الخصم لخصمه استقرأت ونظرت وتأملت في الأحكام والأدلة فلم أعثر بعد البحث طويل على أن الوصف الذي ادعيته أنه علَّة للحكم وبادام أنني ما عثرت على مناسبة له إذن يفجب أن يلغى ويُطل وننظر في غيره ألي صح هذا؟ ما يصح؟ طيب لماذا لي صح؟ قال إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه يعني نفس هذه الكلمة يستطيع الخصم أن يقلبها عليه فيقول وأنا تأملت ونظرت وبحثت في الوصف الذي أنت تدعيه فما وجدته مناسبة لتعليل الحكم فيجب أن يلغى أن يلغى ليس كذلك؟ يعني لو قال شافعي لحنفي مثلاً لم أجد للكيل مناسبة للحكم تأملت النصوص والأحكام فما وجدت أن الكيل مناسب لتعليل الرباء فيقول له ماذا؟ الحنفي يقول وأنا نظرت أيضاً في الطعم فما وجدته مناسبة لتعليل الحكم يقلب عليه العبارة يعني قال وَإِذَا اتَّفَقَ الْخَصْمَانِ فِي فَسَادِ الْمَعْنَى على فَسَادِ عِلَّةٍ مَنْ عَدَاهُمَا فَإِفْسَادُ أَحَدِهِمَا عِلَّةَ الْآخَرِ دَلِيلُ صِحَّةِ عِلَّته قاله بعض المتكلمين يعني إذا اتَّفَقَ الْخَصْمَانِ في المناظرة على أن عِلَّة مَنْ عَدَاهُمَا من الفقهاء المختلفين في المسألة في مسألة تعليل الحكم هذا فإفساد أحدهما عِلَّةَ الآخَرِ دَلِيل صحَّة عِلَّته يعني مثلاً كما قلنا إذا اجتمع مثلاً حنبلي وحنفي مثلاً الحنبلي يدعي أن الكيل هو عِلَّةَ الْرِبَاء والشافعي يدعي الطعم فيقولان في المناظرة أنا وأنت متفقان يقول أحدهما للآخر أنا وأنت متفقان على أن ما عدا علتي الكيل والطعم أنها فاسدة لا يتصح أن تكون علةً لهذا الحكم فوافق اتفق على هذا أن التعليل الحصر في الكيل والطعم وأن ما عداهما من العِل الفاسر طيب ماذا ينتج من هذا قال فإفساد أحدهما علة الآخر تصحيحاً لعلته يعني فين بني على هذا لو أبطل أحدهما علة الكيل مثلاً معناها أن علة الطعم هي الصواب وكذلك العكس هكذا قال بعض المتكلمين وهو مذهب ضعيف يعني بدأ المصنف بالمذهب الضعيف قال والصحيح عند الأكثر خلافه ما معنى خلافه نعم أن إبطال أحد الخصمين علة الآخر ليس دليلاً على صحة علته هو لماذا؟ طيب يعني ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن اتفاقهما اتفاقهما الاثنان ليس دليلاً على فساد قول غيرهما من العلماء ليس كذلك؟ هل اتفاق خصمين في مناظرة حجة شرعية؟ لا ليس حجة فنقول أن ما تفق عليه هو الصواب وما عدهما فاسد إذن ينبني على هذا إبطال علة أحدهما تصحيح للأخرى وهذا هو الصحيح القول الثاني هو الصحيح إذن لا بد من عرض العلة على الشروط ثم قال وهو حجة هو يرجع إلى المسلك أصل المسلك وهو السبر والتقسيم قال وهو حجة للناظر والمناظر وهو أي السبر والتقسيم حجة للناظر والمناظر الناظر لنفسه المناظر لغيره يعني باختصار الناظر يعني المجتهد الذي يتأمل في النصوص لاستخراج الأحكام ما يخاصم أحداً أما المناظر فهو الذي في مجلس المناظرة له خصم يستدل له وعليه قال وهو حجة للناظر والمناظر على الأصح نعم هذا الصحيح وهو قول الأكثر العلماء اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم يعني الأكثر من الحنابلة والأكثر من غيره طيب لما حجة مطلقاً قالوا لأن السبر والتقسيم يفيد ظنية علية الوصف للحكم يفيد ظنية الوصف ظنية علية الوصف المستبقى بعد السبر ظنية كونه علة للحكم لأنه بطل أبطل كل الأوصف وأبقى واحداً ما ورد عليه شيء فليكون هو العلة ظنًا والظن يكفي لأن الظن يجب العمل به وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية منهم الآمد إلى أنه حجة للناظر دون المناظر لماذا؟ لماذا حجة للناظر دون المناظر؟ أما للناظر فلأنه عمل بالظن والظن يجب العمل به وأما أنه ليس حجة للمناظر فلأن ظن الإنسان ليس حجة على غيره يعني هو الآن استعمل السبر والتقسيم أفاد الظن له فهل يفيد الظن لغيره؟ ما أفاد الظن لشخص يفيد لغيره؟ ما يفيد خصوصاً أنه خصمه ينازعه في أصل التعليل هذا له وصف آخر يدعي أنه علّة فهو لا يسلِّم له وكيف يكون ظنه هو حجة على غيره أي على خصمه ونكتفي بهذا القدر وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر